المنظمات غير الحكومية تدعو لفرص أفضل للاجئين في سوق العمل بالنمسا ودي كانت مطالبات من بوجه خاص من الكاريتاس والدياكوني اللي قالوا في أحد الأساقفة طالب أنه لازم يكون هناك تواجد لفرص عمل حقيقية للاجئين لأنه من خلال العمل يمكن إدماج اللاجئين في الثقافة وكمان العملية الاندماجية من ناحية اللغة تقوية اللغة الاندماج الثقافي للدولة وكده شايف موضوع فرص العمل مع نقص سوق العمل يعني دايما في كل والكلام ده منعيده كتير جدا نعم نعم في نقص في العمالة في النمسا على جميع المستويات صحيح صحيح هذا الخبر طبعا قيل في فترة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين اللي كان مبارع من كل عام 2026 بالضبط اللي كان مبارع طبعا بهذا اليوم إنفوغرات قالت أن اللجوء حق لكل شخص تعرض للإضطهاد البشري أو الإنساني وليس سلعة أو مادة سياسية وهو حالة بحث عن الوجود في ظل الصراعات العباسية والتعامل معه يعتبر من أرقى حالات التواصل بين الأفراد الباحثين عن السلام الحقيقي طبعا هذا الكلام ذكرته إنفوغرات لأنه نحن نحن اليوم كإنفوغرات بنمثل وبنعبر عن كتير من اللاجئين اللي إجوا إلى النمسا واللي نحن منهم بشكل وبآخر أنا بحكي عن حالي أنا أحد اللاجئين اللي إجوا لهذه النمسا وحصلوا على الأمن والأمان وصار في عندهم كتير أمور ولكن ولكن هذا اللجوء حق مقدس ما دام الشخص لجأ من بيئة حروب من بيئة اضطهاد ديني عرق سياسي مهما كان يكون نوعه يجب التعامل معه بناء على حالته وليس بناء على أنه مادة سياسية يستفيد منها غيرهات كارنر ولا ولا هربت كيكل ما بيصير هذا الكلام فبالتالي يجب على النمسا أن تعيد حساباتها بطريقة التعامل مع طالبي اللجوء أن يكون في محاكم اللجوء أشخاص مختصين بشكل حقيقي لدراسة الملفات بشكل حقيقي اللاجئ الاقتصادي واضح واللاجئ المضطهد واضح بسوريا لا يوجد لاجئ اقتصادي كل من جاء من سوريا قطعا يحق له اللجوء لماذا؟ لأن في سوريا يوجد صراع يوجد حرب أهلية يوجد ثورة يوجد فوضى شو بدك سميه؟ فبالتالي كل من جاء من سوريا يحق له اللجوء ما دام المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لم يفرد حل ولم يصنع حل ولم يعمل على فرض حل في سوريا فبالتالي يحق لكل سوري لو اتفاقيات الدولية اتفاقيات جنيف للاجئين بالضبط فبالتالي يحق لكل لاجئ سوري جاء للنمسا أن يحصل لحق اللجوء الدائم وليس الإقامة المؤقتة وبيبهدوه بلم الشمل وشفنا احنا على عديد من الحالات بالآخر حوار مع السيدة نيفين وديش في ناس مستاءة وديش ناس عما تعاني من التفكك الأسري بسبب صعوبة لم الشمل فبالتالي اللجوء هو حق لكل شخص جاء إلى هنا ويملك ويملك حقية مقاومات اللجوء بالضبط ويملك مقاومات اللجوء بالضبط